السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم العزاء. حلقة جديدة من الهيومات يوتيوب. والنهاردة استكمالا لآآ موضوع اللي هو ازاي احنا اخدنا السامبل وفرجناها زي ما بنفرق البلاد فيلم. وسابغناها وتكون طبعا بعد ما تنشف. تسابق سابق كويسي قوي. وبعدين حنيجي باقي نعمل لنا ايه نعمل لها اول حاجة في بعض الحاجات اللي انا عايز اقول عليها انتم شفتم ان انا بسحب اديه من ثلاثة ميلي لنص ميلي. ماشي? لو واحد عايز احب اكتر من كده بسحبه على اه على اتنين. طب هل فيه ايه? ان طبعا يعني انا دلاتي. لو انا بنجيب الاطفال. كما اللي بتاع البيبيز بيبقى ايه? هايبر سيللر. ولكن هنا بنقولهم اكسيبتت ازر ازر جارب الاج بتاع بيشن. خلاص? اما لو انا جبت عند واحد مثلا الخمسة وسبعين وتمانين. العادي بتاع انه ايه بقى ايه ميلد هايبو سيللر ويبقى اكسيبتت فورزا بيشنت ايج. ماشي? يبقى دي هنا دي دي قاعدة لازم ان احنا ايه نعرفها. بعد كده بميلو جرام. يعني ايه كلمة ميلو جرام? يعني واحد بيقول لك ايه? انا عايز تديني البرسنتج بتاعت ايه? بتاعت الخلايا نسبتهم قد ايه? زي ما احنا بنيجي نعمل ديفرينشال كونت بنقول بنيتروفيل والليمفوسات والازينوفيل ومونسايت وبيزوفيل وكده. لا هنا بقى انا عايز بقى اجيب البلاصات والبروميلوسايت والاماتور سيلز قد ايه بلازمة سيل قد ايه والنرمو بقى كل دي اسمه الميلو جرام. وبالاضافة الى ذلك بنتكلم على بعض الحاجات السيلارتية والجرونيوبيسس والميلو. كل دي اسمه ايه? 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 خلاص? ودي بقى ايه? لازم. علشان انا نحصل عليها. نحصل عليها ايه? افضل حاجة ان انا نقي فيلم يكون فيه فيه بون بارتكيلز. كلمة بارتكيلز يعني ان اخدت انتم عارفين ايه? اللي هو الكورد دي اللي هو انتم هموا بايت كورد زدهيت. فبتبقى نقطة. هنا دي دي اكزامبل. ليه طبعا كل تيكس بوك او كل دولة بيحطهم اللي هو ايه? البرسنتج النورم الرينج بتاعتها. كلهم اراواند يعني مسلا فيه ناس تكتب الميلو بلاس مثلا من زيرو الاثنين واحد يقولك من زيرو الاخمسة. دي دي اللي هو ااااااااا كل تيكس. ولكن كلهم اراواند يعني. اوكي? كمسة وعشرين لاربعين عشر خمسة عشر كل دولة بيبقى دي كجايدلاينز اللي انا. بعد كده هنبقى نكتب يعني انا دلاتي خلاص عدت بس لأ. اول حاجة نمسك هنا بقى ازاي? اول حاجة الفيلم يبدأ ازاي? ان انا مش بالميكروسكوب. لأ. من قبل من نسبقه. بندور على الافلام. احنا قلنا. اللي فيها عبارة عن ايه فيلم? في عبارة عن نقطة. دي يبقى دي جود فيلم. اما الفيلم الخفيف اول دي بقى ايه? بالبلاد. اول اما لقى كده والحاجات اللي هي زي مدهننة كده. اعرف ان دي جود فيلم. انا باخده. يبقى دي ببصه دي بختار. يبقى دي خلاص. ومفروض كويس. مش مقطوع ولا مشارشر او كده. اخدته. بعد ما نيجي ناخده. مش نيجي على طول على نروح ايه? بصين عليه ونيجي عايزين نعيد. لا. لازم الاول بنطل على اللو باور. اللو باور دي يهمين ايه? اول حاجة اشوف الحتة بقى التريلز والسبريدنج الوراها خلايا. مفروضة كويس. ومزبوغة اخده السابقة كويسة. دي انو مكان اللي انا عنا عدي فيه لان دي بقى عبارة عن سلسلة كده. مع بعض. بيجيب لي كل اللي موجودين كانوا في المنطقة دهية. فبنيجي نعملها. حاجة تانية ان انا بنشوف موجودة موجودة. لو كان فيها خلايا غريبة نشوفها او كذلك بنحكم بردك باللو باور على السللرة بتاعتها. هل السللرة بتاعتها هايبو سيللر زي في الابلاس الكانيميا? ولا نورمو سيللر عادي? ولا ان يكون دي هايبر سيللر? وفيه ساعات الماركت اللي هايبر سيللر بتقول اللي دي انا عنا شوفوهم بالتفصيل بعدين. خلاص? بعد ما احنا بنبصهم اللي هو باللو باور دي. بنيجي بقى التالت اجزيمنيشن. يبقى هندخل بقى على ايه? اللي هو الاويل اميرشن. ماشي? يبقى انا بس بنختار اللوكيشن. شوف الميجا الكاروسايتس والابنورمال سيلز والجان سيلز. وبعدين ندخل بقى ايه? ننزل في المنطقة اللي احنا اخترناها. هننزل فيها الاويل اميرشن عشان نتفرج على الخلاة. ونعدهم اه? اه اه عد اه وحنتفضك طبع الناس يقول ليه اه لا دي البون مارو دي بيقوله خلايا كتير جدا زي ما احنا كنا بنشوفهم في الاماتور سيلز اللي انا كنت باجبها. عن بعد ما نخلص الحاجات دي هت عندهم ازاي نعرف عندها كويس. خلاص? يبقى اه في برضك حاجة مهمة اول. في واحد كيف اقول اللي همه انه انا عايز عدل 100 خلايا او 200 خلايا. لا انا اخد الوقتي ان انا اعمل سكرينج الاول على خلايا لربما ان انا بشوف ظاهرة معينة او ابنورمالكز معينة. ففي الحالة اللي زي دي دي تبقى عن ان انت بتديه البرسنتج. البرسنتج اه مفيدة في بعض الحاجات ولكن دي ايه مهم جدا ان انا نعمل سكرينج. خلاص? وبعد كده ان هو ايه? ممكن كمان احنا بنسبق على الاقل التلاتة سلايز. بعد ما نشوف سلايز نعمل سكرينج في تو سلايز. لربما ان في بعض الحاجات ابنورمالكز ما تبانش في السلايز. بان في السلايز اخرى. دي بنتدي لعيان فرصة وبيبقى مور دياجنوستيك. خلاص? خاصة لو احنا كنا بتدور على شاكين في ميتاستيس. ممكن ميتاستيس تعد مسلا خمس ستة سلايز. لغاية لما تلاقي مسلا لوكس او فصاي او ميتاستيك سيلز. دي موجودة كده. او مسلا في حاجات اللي فيها وبعدين كده او 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 حاجات زي دي. كل دي عبارة عن باي سكرينج. اه بعد كده نمسك بقى خلاص احنا يعني عملنا اللي قول سكرينج دخلنا. لقدم نكتب الاول في الكومنت واحنا بنتكلم على اللي هو الميلو جرام. نقول السلارتي بتاعتك. بون مرة السلارتي ايه? هل دهوت اه 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 او زبون مرة بتاعة. طيب اول حاجة اله اهивают احنا قولنا اه 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 y بتاع اللي هو اللي هو اليرثرويد والميلويد والميكارسيتك هل اليرثروبيوسي ازا هي نورمال نوربوبلاستيك يعني زي العادي يبقى انا شخصت الحالة او في حاجات بعض الامراض يبقى دي لازم نحدد دي اليرثرويد سير ازا هي دي اين شكلها دي انا عرفوها في السيستيماك هيماترشي يبقى لازم احنا نشوف النسبة بتاعتها النورمال بتبقى ايه الميلويد بتبقى اربع اضعاف تقريبا اليرثرويد ولكن فيه ساعات بيبقى فيها ايه معكوسة كل دي بتبقى بتبقى امراض معينة وبعد كده نعمل اللي هو ايه فأنا ممكن فيه حالات انا مفروض البلاصات مثلا اتنين في المية واحد في المية بس اقتها هنا لقيتها بقت كان مثلا بقت تلاتين في المية بقت اكيت لوكيميا خمسة في المية وفي حاجات تانية يبقى دي كرونيك لوكيميا فيها لينفوسايت كتير يبقى البرسنتج بالنسبة لنا تفيد يبقى احنا بالنسبة لنا ان انا نشوف دي تشخيص او نشوف البرسنتج بيتغير يبقى دي بردك ايه اناظر هنا احنا اتكلمنا في المحضرات السابقة اللي هي عن وبعد كده عملنا كمان هنا مراجعة بسيطة قوي في اللي هو فاحنا لما جينا هنا فهنا دي عبر عن كل السلالة بتاعة من اول لما البرو ايريسل بلاس يعني السمسل جالة اردر انها تتحول الى عايزة تنتج اربسيز تبقى تتحول الى الى برو ايريسل بلاس وبعدين ايرلي نورمو بلاس انترميدر نورمو بلاس وبعدين لات نورمو بلاس وبعدين اكستركشن تتحول تيكلو سايت وبعدين في الاخر تبقى ايه ريد بلاسلز وتطلع عن طريق اللي هو بلاسل اللي في البون مارو وتوصل عشان تشتغل فيها دي كده فهنا كل دولة اللي همنا هنا ادى هو مراجعة بسيطة كده قبل ما ندخل في الحاجات اللي هي بتاعت البيوبسي فدي طبعا نراجع مع بعض دي برو ايريسل بلاس كبيرة مدورة وكوحلية فيها ايه اللي هو سينجل برا نيوكلر هالو اللي بتاعت الجول دي خلاص وبعدين دولة الانترميدر وبعدين هنا دولة الليت لانه فيهم ودي انترميدر او دي ايرلي او يعني اما بين ايرلي وانترميدر دولة بردك هنا دي برو ايريسل بلاس وهم بينقسمهم دخلهم في اليرلي وبعدين هنا بردك دي برو ايريسل بلاس دولة ايرلي وبعدين دي انترميدر وزغيرين خالص دولة الليت واحنا شفنا الحاجات داية دي بردك برو ايريسل بلاس ودي نور مو بلاس خلاص نور مو بلاس ايرلي دي لات نورمو بلاست دولة معظم را ما اتشقائهم كده يبقى دولة هيMark intermediate' كدولة يا دولة فيها دي بيزوفيلية لسه يبقى دولة هي early خلاص دي لحسايد madreولا انترميديات ودولة وده كدولة انترميديات اللي مشقائين ودولة بعدك وديuru ودول ايه ودي 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 وكل دول برضك ايه برو رسل بلاس دي ودول ودي الناس دي اللي انا بقول لكم فاكرين الصورة اللي احنا قلنا اللي هو جوة دي عبارة عن دي اللي هو اللي احنا قلنا ايه اللي هو اللي هي كذا دي الحاضنة وقول دي زي ما تقول الويل ده بتاعت شفتن بقى يبقى كلهم بقى البرو ارسل بلاس والايرلي والانترميديات والايرلي وكل دولة موجودين هي اللي جمعاهم ومحوطوا عليهم فيبرو بلاس عشان يديلهم حاجات صبرتوا كل دولة بيبقى دولة اللي هو احيانا وانا بشفت تطلع اللي هي المجموعة دي تطلع مع بعض لكن في البيوبسي بتبقى ايه اوضح برضك دي نست بيسموها ارسل بيوتك نست دي الهيستوسايت وشايفين هو دي اللي هو اللي هو زي ما تقول ايه يعني احنا بتسموها زي دا بتقول فرخة يا رائدة على البيت بتاعها هي دي اللي هي بتديلها الصبرت بتديلها اللي هو اه اه اللي هي الحاجات اللي هي اللازمة بتديلها كمان اللي هو الايرن اللي هي محتاجة عشان تعمل هيمو بلوبينيزيشن الجران لوبيوسيس طبعا اه دي برضك مجموعة برضك ان سواء كانت نوتوفيل او زنفيل او بيزوفيل دولة كلهم جايين منين من اللي هو من البلاس وبعدين تحويق برو ميلوسايت كل واحد ولكن اول لما تخش في اللي هو الميلوسايت بتتحدد التصنيف بتاع انت عايز تخش ايه تبعا عايزة ايه بتجيلها الوردر بتاعتي دي زينوفيلك زينوفيلك ميلوسايت او نوتروفيلك او بيزوفيلك اه ميلوسايتس اه وانا دي دي بلاس وبعدين دي ااه بيرلك دي على ميلوسايتس دولهم ميلوسايتس دي الساف الساف طبعا الصورة دي احنا عارفينها طبعا دي البلاس ودي دي ميلو سايت ميلو سايت دي دخلة ميتا ودي سايف ودي سيجمينتت ودي كل دولة ودولة برو ميلو سايت دي برو ميلو سايت ودي ميلو سايت وقلنا طبعا الفرق ما بين برو ميلو ميلو مش بتبقى ابرابت لأ بيبقى في آآ آآ يعني مسموع ان واحد طب دي اده واحد عايز بقى واحد شرطر قولي دي 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 برو ريسلو بلاس عشان ما تطلق بطوش بصوا هي الحتة دي ودي الزرقة دي خلاس يبقى ما فيش حد يطلق بقى بينما دي ميلو سايت ودي كان برو ميلو سايت دي ميتا ميلو سايت دي ميلو سايت ميلو سايت نورمو دي ازينفيلك ميلو سايت شايفين جرانيوز ودي 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 بدأت تبقى سيجمينتت سيجمينتت بعد كده بردك حاجة جديدة احنا اتفتر فيناها ده اللي هو ميجي كيروسايت ميجي كيروسايت اللي احنا قلنا له بتبقى قاعدة على البلات سيناسويدز ليه? علشان تطلع هي تبقى قاعدة جوه البول مارو والبلاتلت بتاعي المنتج بتاعه فين? بينزل جوه اهى على البلات سيناسويدز ومنه يطلع على ايه? على السيركوليشن خلاص دي خلايا دي بتبقى خلايا كبيرة يعني يعني انتعارف قدى مثلا قدى مثلا تلاتين اربعين واحدة من خلايا العدد الدم لاني بيبقى الكتر بتاعه كبير اوي مثلا مية وخمسين مايكرو يعني مش مزي اللي هو خمسة وعاشة وخمسطاشة لا دي بتبقى كبيرة اوي وبعدها بس هي في البداية كان بتبقى صغيرة ولكن بتنقسم والانقسمات بتاعتها اندوميتوزيس يعني ما بتنقسم وستنقسم ماينقسمش وكمان لما تنقسم النيوكلاس تنقسم وهي لازقة بعض ما 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 تتفردش الا لو في عندنا بعض الامراض هنعرفها هي دي اللي هو اول لما تشوفها الكبيرة دي شايفينا دي كده وبتبقى مشرشرة وكبيرة شوية كده ولكن حجمها لحد ما تبقى ايه قريبة ايه من ميليوسايت دي اسمها ميليكرو بلاس ماشي وتبقى ايه مشرشرة بعد كده تكبر اكتر شايفينا كبرت ولكن تب اسمها ايه برو ميجا كايروسايت خلاص او يبقى ايه بردك تبقى ايه نيوكلاس بتاعتها كبيرة وبعدين بعد كده تبقى ميجا كايروسايت تبدأ بقى ايه تاخد شكل جدير شايفينا الفرق ما بينها وبين اي خلايا دي دي مهم جدا عشان دي اللي بتبين لنا هل دي وفي ساعة يقولك اللي فاتت دي كمان يقولك بيزوفيلك اه بيزوفيلك اه برو ميجا كايروسايت عشان بتبقى لسة بعد كده لما دي تتحول لنا يبقى فيها شوية جرانيولز وبعدين بقى دي يطلع بقى هنا بقى ايه تبقى دي ماتور ميجا كايروسايت اللي هي دي كلها عاية طعم يتقطع منها حتت 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 اللي هي تدي لها ايه اللي هو بليتلت ودي البليتلت اللي تعمل لغاية لما اقول لسا توب لازم بتاع دي عن طريق حاجة اسمها في الالترا سلاقش اسمه اه اسمها اه اه دي ماركيشن لاينز من جواها تتقطع وتطلع وبعدين النواة ده هي تعمل ايه خلاص تتاكل مين اللي ياكلها تتكسر وياكلها الهيسيوسايتس ادي باسم شايفينها فانا مهم اوي ان انا نعمل كوميت ونعرف اهو شوف شوف شكلها بين اوي يعني بص ادي ادي كل الخلايا دي هاي كله اه برضك الليمفوت ماتيوريشن يعني بي سيل وتي سيل احنا يعني مش يعني مش مش موضوعا هنا ولكن دي ودي 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 مونو ودي عبارة عن ايه ايه بقى اللي هو بتبقى كبار وحمر وممكن من ثلاثة الى ثلاثين ودي هنا لو لقينا واحدة زي كده واحد ممكن ايه خلاص يقول ايه دي عاملة بروئرس بلاس ممكن الناس تتلقبت منها لأ دي لم لقاها في برفة بلاد وبتبقى فيها اكتيفيتد كده دي اسمها اكتيفيتد ها اللي هو او استيموليتد او انهانسد ليمفوسايتز دي في السبير فيرل انفكشن بيلاقوها في الاطفال المونوسايت مفيش هيها مشكلة لما نخش في الكميات هنشوفهم الانواعها دول المونوسايتز طب هل دولة بس اللي بنشوفهم اللي فاتهم دولة كلهم بيسموها ايه بيسموها اللي هو هيمويتك سيلز طب انا دلوقتي احنا قلنا الكوردس دي فيه معا بيطلعهم طب بيطلعهم ازاي بنشوفهم ازاي زي مسلا ايه بلازمة سيل هدي دي بلازمة سيل بتبقى موجودة بتبقى دي عشان تنتجلي اللي موجودين بيبقى كل البلازمة سيل غالبيتهم موجودين فين في البون مارو نادي لما نلاقي ايه بلازمة سيل تطلع برا واحنا قلنا عليها البافيتا واحنا اتكلمنا عليها بالتفصيل قبل كده ودولها طبعا زي نوفيل ولكن دولها ايه بلازمة سيل وطبعا اهم حاجة الاتميزة اللي هي البافيتا اللي لازقه فيها خلي بالك البافيتا لازقه فين في النيوكلس لارج بيري نيوكلر هالو اوكي وطبعا دي الالوان بتاعتها اكوردنج لايه لطايف مينو جلوبلين بتاعتها كذلك ممكن نلاقهم الهيسيو سايتس او هو ماكروفاج زي ايه خلية كده شايفين دي خلية هيسيو سايتس وبلع ايه دي عبارة عن ايه اللي هو بعد ما حصل نورمو بلاس طلعت اللي هو اكستروجن ليه اللي هو النيوكلس بتاعتها خلاص عشان تتحول لاربس فيس يعني دي لسه انترميديات لكن دولا خلاص طرعوا من الاربس فيس بتاعتهم وبعدين مين اللي ياكلهم ياكلهم اللي هو الهيسيو سايتس دا وممكن نلاقيه ساعات هيسيو سايتس كبيرة جدا وتلاقيه كلها اكلة ديبرس وحاجات زي كده وفيه ساعات ماركد هيسيو سايتس اكتيفتي وفيه امراض اسمها هيسيو سايتوسيس يعني في السيستيميك هيماتولوجي كذلك ممكن نلاقيه بعض الامراض فيه مصر سيلز مصر سيلز ممكن الناس تتلقبت ما بينها وبينها اللي هو اللي هو اللي هو بيزوفيل لانها بتبقى اللونة اسود بس اللي بيميزها اللي هو ايه اللي هي السورة بتاعتها دي شايفينا لونة اسود لو انا بصيت تلاقيها من جوه لما شوفوها بعد كده في الافلام هتشوف في افلام فيها مصر سايتس كتير فبتبقى عبارة عن ايه بتبقى حتة اللونة ايه اللونة بينك موجودة من هنا والباقي اما البيزوفيل ما يتلقىش اللون البينك دولا ودولا ساعت ليه سبغ اسمها التوليدين بلو بتستبغ باللون الاحمر نعرف ان دي مصر سيلز بتزداد في حالات غالبا في الابلاستيك اناميا بلاقيه كتير قوي او في حالات السيفير اللي هو مصر سيتوسيس اه كذلك احيانا في الاطفال اللي منعملوه بون مارو يطلع لي استوبلاست ليه لان الاطفال بتعايزة تبني ايه تبني عضل فلم تبني عضل ليه انا جبتها لان احيانا بيطلعوا وناس يطلع باتهم ما بينها وبين البلازما سيلز يتسيميليات قوي ان هي البلازما سيلز خلاص ايه بقى اللي فرقنا ايه ميمك متاستاتيك فصي او البلازما سيلز خلاص وبيبقى مجموعات بتبقى جروبس فبصت لقىهم شكل اهي بصوا لحظم ان انا بلازما سيلز بتبقى البفيتة فين او الهالو فين لازم اما دي حتة بيل ليست علاقة بالجلجي اهي تلاقيها كده بعيدة عنها اهي شايفينها ملاش علاقة بايه بالنواة وتلاقيهم جروب فواحد ممكن يقولك الله دي ودي من دي من الجاينت سيلز اللي انا خلايا كبيرة بصوا محاجمها بالنسبة دي كبيرة من دي من الجاينت سيلز فدي ان لقوم بهذا الشكل او ان لقوم بهذا الشكل شايفين بصهم بيسموها سابتوبلازماك اه هاف اللي هو دي دي الحتة بوتشة فاتحة بعيدة عن النيوكلاس وشايفين موس الجروب زي كده واحد مكنش عنده خبرة يبقى ايه هيعملة وعنشوفهم من افلام نتفرج عليها بردك بحيس انتم ما تنسوهاش وما تتلقبطوش ما بينها دي بردك للناس اللي هو مهتمين قوي كذلك فيه الاستيو بلاس دي خلايا بترمي كالسيوم على البون تربيكلي البون كورتكس عشان يكبر ويعمل طب هلأ لو هي قاعدة ترمي الاستيو بلاس وبتتدفن تتحول الاستيو سايتس انا نشوفها في البيبسي طيب افرة زادت يبقى لازم فيه خلايا تشيل الزيادة اسمها استيو كلاس تشيل الكالسيوم دي تكسر اللي هي ففيه ما بين الاستيو بلاس والاستيو كلاس لو حصل يطلع امراض يطلع امراض يطلع بقى برسا يرود ادينوما تعمل حاجات زي كده ويحصل ويحصل حاجات كتير او كده شايفين دي خلية بردك من ضمن الحاجات اللي ممكن نلاقيها وتبص تلاقي تعمل لنا يقول لك الله ايه خلايا دي هل دي ميجا كايروسايت بيطلع بطن فيها ميجا كايروسايت او يطلع بطن ما بينهم بين ايه ما بينه وما بين الميتاستاتيك سيلز الفرق ما بينهم تبقى عدد زوجي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ممكن تتاخد من اتنين لغاية عشرين نيوكليولاي راون وموجودين واحيانا بيبقى فيها مزرقة وبيبقى اكلة ديبريس لان دي نوع من انواع بس بتبقى نايمة على مين نايمة على اللي هو اللي هو الاندوستيام بتاع العضم من جوه عشان اي عضم زيادة بتعمل ايه وايه اللي لو كانت دي بتسابق يعني قليلة يحصل ايه ان العضم يعمل للي هو الماركافيتي ماشي شايفين دي كل دي خلايا واحدة فطبع لو ما كانش واحد واعي وعرفها يبقى انا لازم نكون انا شفتها دي بردك ايه الفرق ما بينها ما بينها او حتى اللي هو بيسموها في الديس ميجيكروبيسيس ها ان فيها شايفين نقط كبيرة اللي هي الاكلة اهي البوس شايفين البتاع الميجيكروسويت نيفر تبقى فيها ايه كلها بيبقى عبارة عن جرانوليزا فاين كده زي عاي حاجة زي كده اما دي بتبقى ايه اكلة شايفين دي هنا كده اكلة وممكن تبقى ايه بصوا اهي واحد اتنين تلاتة اربعة كل دي خلايا بس هي منطوطة شوفها دي كل دي خلايا وممكن تاخد الشكل بهذا الشكل شايفين الدبريس اللي هي اكلها فدي احيانا دي لما بنلقوها وبتكتر تبقى لها بردك في امراض معينة كذلك انا وانا بسحب مش احنا قلنا فيه فاتسيلفز اللي هي بتدي والفاتسيلفز دي تعتبر اللي هو يعني ايه بنسموها اللي هو بنسموها ايه اللي هو اه ريزروول يعني ممكن ان انا االا لو قلت ابقى الصلارتي بتكتر ولو قطرت ليس ابقى الصلرت ابقى ايه بتقل يعني اوكي فيبقى فاللكيميا الفاتسيلز تحصل ايه تحصل ايه تحصل ان هي تكاش ويبقى تيجي تضغط عليها بينما فى الابلاستيكاايميا خلايا بتموت وبالتالي ايه بعد يبقى الفاتسيلز هي ايه اللي بتكتر بنشوفها بهذا الشكل بابون مره الاسبيريشن حتى تلاقي كل ابوunk كل المدورين دولة اللي هم الموجودين دي بسموها fat space بتبنقوه في البيوبسي دي الخلايا كل دي خلايا كبيرة تلاقي فيها مسا دي النواة بتاعتها او دي النواة بتاعتها وكل دي عبارة عن ايه الخلايا دي الفات سل واتمنى ان شاء الله كده بعد ايه ما احنا شوفنا الحاجات يعني دهيات لما حنيجي ان شاء الله نتفرج على افلام بتاعت الميكروسكوب كل الخلايا دي هتشوفوها بالتفصيل ولما نيجي ندخل في الامراض سيستيميك سواء اللي هو حاجات تخص الهاماتو باسولوجي او في الوكيمياز او هاماتو باسولوجي في اليمفومة او او كل حاجات كتيرة هنشوفوا الحاجات دي هتبقى وشيقة وان شاء الله هتستفادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته